اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل واصحابه اجمعين ازايكم حبايب قلبها وبركة عاملين ايه يا رب وكلكم اكونوا بخير النهاردة باذن الله هنطلع كده هنفحص بيض البط الرائد انا هنه هفحص البيض البطة الاولانية على ست ايام والتانية خمسة ايام والبطة التالتة ما شاء الله هنفحص بيض بتاحها على رابع يوم وهنشوف هل في تخصيف البيض ولا مفيش وهل في جنين ولا لأ وهنشوف برضو لان كتير جدا بيسألني امتى نفحص البيض بتاع البطة فان شاء الله هفحص النهاردة كمان علشان اشوف بيض الفراغ بيبان فيه بسرعة يعني من تاني يوم تقريبا او تالت يوم بيبدأ يبان فيه ازا كان فيه كتكوت ولا لأ فان شاء الله النهاردة هفحص كده لان انا كمان عاوز اشوف البيض بتاع الرومي هل فيه تخصيف ولا لأ لانه طبعا زي ما انتم عارفين ان عندي بربرة وعندي ديك صغير بدأ ان هما طبعا يطلع منها انتاج فانا هشوف كده النهاردة هل في بزرة ولا لأ وهنشوف مع بعض بس عايز اقولك لو انتي اول مرة تشوفي القناة يا ريت تنزي تشترك فيها وتفعلك جرس وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة يكون جزاك الله كل خير طبعا دي البطة يا جماعة كتير جدا سماعت وشوفت في تعليقات فيديوهات كتير جدا ان البط المسكوفي ما بيرقودش وان البط الخليطي المسكوفي ما بيرقودش ولا بيرقود بس البط البلدي هل البط البلدي بس هو اللي بيرقود ولا البط المسكوفي والخليط بيرقود هو كمان زي ما حضراتكم شايفين طبعا دي بطة مسكوفية ما شاء الله رأدة رأدة هيت عندي ما شاء الله اللهم بارك تمام وبطلع منها رأدة وبطلع كمان يعني عاوز اقول لكم بطة الشمرس اللي احنا نشوفها في اخر الفيديو دي بنتها تمام فما شاء الله اللهم بارك اهم حاجة ان انت يكون عندك حاجة تكون رأدة علشان تقدر يطلع منها انتاج هنا طبعا البيضة هون ما شاء الله اللهم بارك البيضة هون مخصب بس طبعا يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا اوريكم البيضة المخصبة ومن البيضة اللي هي غير مخصبة علشان نبقى عارفين البيض ده بيبقى شكله عامل ازاي يعني هنا بعد ست ايام انا لو كنت سبته كمان لمدة عشر ايام او تمانة ايام كانت هتبقى واضحة جدا وهتلاقي في عروق كتير جدا بينه وهتلاقوا البده كده عامل دهم كتير من جوا تمام هنا طابعا اهى بسم الله ما شاء الله لهم بارك ربنا يبرك يا رب كده ويطرح فيهم البركة ان شاء الله ويطلعوا على خير باذن الله بده كده عامل زغة على الماضية كده تحكم معاك يتلاقي بتروحوا من نaxis الكشاف اكل ايه هنا بايزة شايفين هنا طبعا هنا كان فيه جنين وهو كان القمات يعني كان فيها جنين وماتت اه شايف اول ما ترجد بقت عاملة زي المياه في ايدي رجد كلها ببعضها يبقى البودة دي كده بايزة بتتلاقي كده الجنين كده مطرحة عمل دايرة حمرة غمقة والعروق بتاعته تقطعت ومعدش في اي حاجة غير دايرة بس كده وطلاقي البودة سقطة من جوة تعرف ان البودة دي بايزة لو انت سبتيها وقلت لأ جايز يكون الحي او فيها او كده لو انت سبتيها بعد كده بتلاقي البيضة ممشيشها وتلاقيها رحيتها وحشة جدا جدا مش بعيد كمان عاوز اقول لكم البيضة يا جماعة اللي بيمشيش تحت البطة ويقعد فترة طويلة اول ما بتجي ديمسكيبه ينفجر في الوش والله العظم انا بكلمكم بامانة يعني البيض بيضرب في الوش كده تمام هنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله هنا طبعا البطة طلعت على البطة بتاحها طلعتها تاني اهي ما شاء الله وهسيبها رأده لان انا يعني بشوف حاجات غريبة جدا انت معندكش فكه ومعندكش ان انت تفهمي في رأد البطة خلاص ما تتكلميش في رأد البطة ده نهائي ما تقولش بيرقود ولا ما بيرقودش مش عارف اي لأ خليك في الحاجة اللي انت بتعمليها مدام انت منتش عارف الشيء دوت يبقى متتكلميش عليه بس ده اللي انا عرفه. انما هنقعد نقول المسكوفة ما بيرقودش وهنقعد نقول الخليط المسكوفة ما بيرقودش واللي بيرقود البلدي والسوداني ومش عارف ايه. يا جماعة الكلام ده غير صحيح. اي نوع بط بيرقود. بس اهم حاجة ان هو يكون طالع رأت. بس لا اكدر ولا اقل. تمام? اللي هيقول لك خليط مسكوفة ما بيرقودش ما بيعرفش. اللي هيقول لك ان المسكوفة ما بيرقودش برضو ما بيعرفش. اهم حاجة يا جماعة في المسكوفي بالذات لو انت جايبه شغل معامل لازم يكون انت مسلا هو بض عندك طبعا ما بيرقودش اول حاجة لو انت جبتش شغل معامل ما بيرقودش خالص قليل جدا او نسبة يعني 70% رورقت عندك تمام طيب وانت لسه بتقول يا مشاهده بيرقود اه يا جماعة بيرقود لو انت اخدت البط بتاع وحطيته تحت بطة سودانية او بلدي طلع الفقس وبعد كده هتلاقي الفقس بتاع طلع عليك مسكوفي بعد كده لما هيكبر يبقى سنة ستة شهور ويبدأ ان هو يبيد هتلاقي ما شاء الله بدأ ان هو يرقود طبيعي جدا جدا زي بقيت البط التاني تمام بس اهم حاجة ان انت بتاخد البيت من الام الاساسية او الام الاولانية خالص بتحطيت تحت اي بطة لحد لما بيطلع بس بتربيه بقى وبيكبر عندك وبعد كده بتاخد البط ده بتاخد البط ده بتلاقيه رقد عندك زي البطة اللي انت هتشوفها في اخر الفيديو دي مسكوفية بس صمرة تمام طبعا عاوز اقول لكم ان هنا اه انا هنا برضو بشوف البط بتاع الروم هو يعني خليني ان انا اكشف بدري عشان البط بتاع روم انا حط كمية البط بتاع روم تحت البطة عندي هنا فانا عاوز اشوف هل في بزرق ولا لأ علشان لو كده اشيله تمام انا طبعا بص يا جماعة البط اللي انا بشوفه بحطه طبعا هنا مش واضح جدا هعملكم فيديو تاني ان شاء الله هنا مش واضح جدا بس اه هو في بزرقها شايفين يعني في نقطة حمرة تمام كل ما البطة يبقى فيها نقطة حمرة كده البيضة فيها نقطة حمرة تعرفي ان هي ما شاء الله معمره جواها جنينة هوت تمام كده انا هنا شايفينها النقطة زوانانة ازاي بس طبعا عشان العاشة انا يعني بشوف اللي بكشف على البيضة الصبح والعاشة فيها مناطق مفتوحة كتير جدا عشان التهوية فطبعا اه مهوش واضح انما لو انا عامل الفيديو ده باللزة ما بعمله لكم كل مرة هتلاقوا الجنين واضح جدا 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 وبين فشايفين طبعا اهوت الجنين وهو ما شاء الله اللهم بارك طبعا هنا يعني زا ما انتوا عارفين انا بقول لكم ان انا بحطي كمية من البيض تمام لا اعلم بقى اه اللي هيطلع منه هيطلع لو ربنا رايد ان هو هيطلع هيطلع مش رايد ان في حاجة منه بروح كده او كده اه ده طبعا كله باذ ربناك واحنا بنعمل الحاجة وطبعا بنستنى اه النتيجة دي بقى والرزق ده بتاع ربنا هنا البودة دي برضو بايزة فكانت فاضية طبعا اه البودة يا جماعة بيكون فاضي من جوة والبطة بتقعد عليه من ثلاثة كده ولا حاجة بتلاقي البودة مششت يعني بدأت ان هي ببوس كده وتلاقاها فكت من بعضها فبتقوم شايلة ما بتسيبهاش اي بودة هنا انا بمسكها وبشوفها طبعا بحطها تاني مادام حطيتها تاني بقى جوها جنين لان انا بشوف البيضة كويس جدا لازم ان ان انت تكون قوية النظر لان البيض لسه محطوط قريب يعني ببقى روش فترة طويلة تمام يعني انا حطة البيض هنا دي دلوقتي بقى لها خمسة ايام ميراق ده تمام فلازم ان 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 انت تشوفي مش معنى مسلا ان 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 انت شفتي وتلاقيت مسلا نقطة دمه صغيرة او عروق صغيرة وتقولي لا اه هنا البيضة بازت لا ممكن تكشفي كشفة تانية كمان لما توصل الى ده مسلا ثمانة ايام او عشر ايام تشوفيه تمام طبعا بيكون حاجات بسيطة جدا بتبقى بينة لما انت بتكشفة على البيض في الفترة الاولانية انما لما بتخش بقى طبعا في العشر ايام وكده بتلاقي ما شاء الله ان البطة معاك بدأت ان هي تبان الكسر بتاحها او تبان البط بتاحها هنا خلاص خلصنا البطة دي تبقى احنا كده شوفنا البطة الاولانية وشوفنا البطة التانية وطلعنا البيض الفاضي من عندها او البيض البايز ما تسيبيش عدد تحت البطة من البيض على الفاضي يعني البيضة اللي تلاقمت تشك فيها شليها خلص من عندها علشان تقدر تحضن بقيته البيض اللي موجود وتقدر كمان انها تطلع البيض على خير ان شاء الله تمام هنا طبعا انا هقفل عليها لانها طبعا هي واقفة خايفة تمام فانا هقفل بقى هحط لها الخشبة بتاعتها والطوبة بتاعتها كده علشان تقدر انها تطلع على السبب بتاحها وتقدر بقى انها تطلع تعود على البط بتاحها تمام يعني الموضوع كشف البط ده جماعة ما بياخدش خمس دقايق يعني لو انت واقفة كده في خمس دقايق كده هتكشف على البط بسرعة بسرعة بس هتطلع البطة طبعا ما تكشفش على البط والبطة رأده علشان متقومش مكسرة او توضل انها تضرب مسلا في ايديك او اي حاجة من ده ويحصل طلب في البط او يحصل اي حاجة لقدر الله تمام كده هنا بقى هنا يعني شايفينها دخلتها ما شو الله هنسيبها بقى لوحيدها كده هتبدأ ان هي ترقد مع نفسها والبطة التانية برضو هورها لكم كده بعد طبعا ما عادناها على البط بتاعها تاني ما شو الله اللهم بارك بتقوم راجعة تاني على البط بتقعد تاني تمام اهاي ما شو اللهم بارك البط المسكوفة ها يا جماعة اللي بيرقد البط المسكوفة ها عشان ما اسمعش حد يقول البط المسكوفة ما بيرقدش والخالط ما بيرقدش هنا هي بطة مسكوفية يا ها يا جماعة ما شو الله اللهم بارك على فكرة كان فيه واحدة تانية اختها بس كان دي راحها تقصر طررت ان انا اتبحها يعني كانت ابنتي بتجيبها علشان اشوف عليها بدو ولا لأ او هي بتشيلها راح تقصر الكتف بتاعها فطبعا دبحتها على طول ما سيبتهاش لانه طبعا حاجة زي دية طبعا هتخس بقى هتنزل معك في الوزن وفي نفس الوقت هتلاقيها كده ايه اه مش هتنمعتش هتعاش حياتها طبيعية تاني فعشان كده طبعا تخلصت منها خالص بوس تعودت ربنا ان شاء الله يطلع لنا رزق جديد بازن الله. هنا البطر دي زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك. آآ دي هتاول مرة ترقض عندي. يعني دي هتاول وشي ليها اهو زي ما انتم شايفين. حطالها برضو تقريبا بتاعترات ثلاثة اربع بضات من بود الفراخ الرومي هي تقريبا عبيضات تقريبا اثناشر بيضة. او عشر بضات معدتهمش بصراحة. وهنا انا حطالها هنا تقريبا ثلاثة اربع بضات. هنا حطالها طبعا شوية عالف وحطالها شوية عيش لانها اول مرة ترقض. تمام? مهم جدا لما كون البطة لسه اول مرة ترقض ان انت تهتم بيها. من ناحية الاكل من ناحية الشرب شايفين الحالة الكبيرة دي انا كنت بحط فيها ميا. ما عمتش بحط فيها ميا خالص. تمام? حطالها في علبة صغيرة كده. تمام? وحطط لها الاكل زي ما انتم شايفين. اهم حاجة للاكل بتاعي يكون موجود مثلا يكافى المدة تلات اربع تيام عشان مش كل شوية تفضل تاخلي خارجة عليها وبالتاله طبعا تتلاقي بعد كده البطة هجت من على البيض وثابته وامد. تمام? انا طبعا برضو انا بشوف بس عاوز اقول لكم دي بقالها دلوقتي تلات ايام او اربعة ايام رد. تمام? طبعا عاوز اقول لكم حاجة بسيطة جدا شايفين? حاجة بسيطة جدا فانا مش عاوزة ان انا احرك البت كتير لان الحركة زيادة دي جماعة بتخلي الجنين يفك يعني بيخلي الخيوط الدموية دي بتفك. تمام? فانا بحاول كده بقدر الامكان ان انا يعني يعني اشوف البيضة بحزر جدا جدا. تمام? هنا برضو اهوت زي ما انتم شايفين. اه برضو هشوف هنا برضو البيض بتاع الرومي. انا عاوز اقول لكم ان هنا تقريبا نص البيض بتاع الرومي فاضي يعني ما فيش في بزرة. فانا شلت والله العظيم كتير يعني انا شلت تقريبا بتاع خمس ست بودات شلتهم. اه من بود بتاع البط والبيض بتاع الرومي. لسه برضو فيه كان بودة كده نشك فيهم. اه من بودة الرومي برضو. فهشوف بقى والله. هقعدوا كده عشرة ايام كمان يعني هكمل العشرة ايام كده والبط رايد عليه وهشوف. لو زهر في عروق كلابها مزهرش في عروق هشيله طبعا وحصل بودة البط بس. اه وممكن كمان ان انا ازود بودة البط ممكن ان شاء الله كده از ام زودة لهم ايه? بودة بتاع الرومي ده وده ازود لهم بودة فراخ بازن الله. فهنشوف برضو ما شاء الله كده ربنا يستهل بازن الله كده علينا. وهنشوف اللي يحصل ايه? بس بصراحة انا شايفة ان بودة الرومي هنا جماعة والله انا شايفة ان فيه يعني عامل حمار يعني عامل عروق. بس ضعيفة يعني لسه مش بداية. طبعا البودة بتاعت الرومي ما بتبقاش واضحة لانها بتبقى منقطة. فانت ممكن تدغش فيها. تمام? فعشان كده انا بسيبها اقل حاجة عشرة ايام عشان لو فيها الجنين بيبقى واضح بقى. يعني بتلاقي بقى واضح خلاص. اه بقى الدم نسبة الدم بتاع في البودة من جوة بتبقى باينة الحاجة بتبقى باينة فيها. فخلاص بقت واضحة بقت معروفة. تمام? ده اهم حاجة طبعا طبعا بودة الرومي بيطلع على تمانية وعشرين يوم البودة بتاع البط بيطلع على تلاتين اتنين وتلاتين يوم كتير يعني بصوا يوم ما تقول انا وانا يعني. تطلع لها مسلا على تلاتين يوم عشان طبعا درجة الحرارة العالية وكده.